أعلن التحالف العربي عن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة وأفاد التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعه والحديدة وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق هدافها مشيرا إلى أنه مارس أعلى معيير درجات ضبط النفس لهجمات ملشيات الحوثي على المنشآت النفطية وأضاف التحالف أن هدف العملية حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد مؤكدا أن على ملشيات الحوثي تحمل نتائج السلوك العدائي